أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتولي اهتماما شديدا بصناعة السيارات في مصر مؤكدا حرصه على متابعة هذا الملف ودعم الجهود التي يقوم بها نائب رئيس المجلس الوزراء للتنمية الصناعية وفرق العمل الأخرى جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي مجموعة سيتلانتس للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول توسعات المستقبلية للشركة في مصر وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاكتباع هو التعرف على خطة الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر هذا بخلاف مشروعاتهم القائمة في مصر حاليا بالشركة مع الهيئة العربية للتصنيع